اشتركوا في القناة واتفاقية الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ولكي لا نتيل عليكم كثيرا فإننا اليوم أمام مواحد من أهم الفعاليات المعنية للتحكيم في ليبيا المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا الواضع والقافة والذي تنطفه هيئة الرقابة البيدارية وأكاديمية الدراسات العليا بتعاون مع المركز الليبي للتحكيم يطيق لي إداية الراحة والترجع لنشط إدارة فعالية مورد المتحدة في ليبيا لتشعار الواضع والنفاق والاتجار الأوليين والأمام المتحدة تتبع لنا هيئة الرحمن الدولي للتعاون على الكتابة المدينة للتعاون على الكتابة المدينة والقلصات البرية هذا التصوص من مهار المنص وطني معنا أيها الأولى من يراول الناسين المتحدة بمجال تحكيم الدولي لا شك أن المتشهد الدولي العالم في الأولى والأخيرة تطوراً مطاردة بالتشكي عادة الوطنية وأنظمتها القانونية ولن يكون النظام القانوني للتحكيم استثناءاً عن ذلك وقد سجل موضوع التحكيم نقلة دورية في مجال الانهان المنازعات الداخلية والخارجية يكون الدولي تكاملياً مع القضاء العادي لسد الفرار وملش أجوار الذي هو يعتبر عامة الدارسة في مسأة التحكيم ولأول مرة بعض الأحكيمية لتنطرح موضوع التحكيم بهذه الصورة والمشاكلة الحكيمة كانت الفكرة من الانهان أن نطلق منشط عمل للأعادة الوطنية وكانت بحضور رئيسية الرئيسية والرقابة الإدارية التي طرحها من أمير عقد موضوع مدوري تحكيم طبعاً هيئة الرقابة الإدارية كانت لها دور رئيسي وكبير في إنجاز واستصدار هذا القانون من منزل النواب طبعاً المشروع عد باتفاق وبتنصيق ما بين هيئة الرقابة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا وكذلك العديد من المستشارين ومركز التحكيم الليبي لنشر التقافة التحكيمية داخل ليبيا هذا القانون يهم القطاع الخاص كما يهم القطاع العام عندنا العديد من المشاريع من الأفين وحداش إلى هذه اللحظة متوقفة حوالي عشر ألاف مشروع أو نيف أكتر ولكن الحقيقة نحتاج لتحريك هذا الموضوع لوضع تشريع يخص وينظم هذه العملية ما بين المستمرين وبين الحكومة وبين الرجال الأعمال الليبيين ورجال الأعمال الدوليين والمستمرين الدوليين وهذا كان تفتقد الحقيقة للمكتبة القانونية الليبية ولأنها أصبحت في متنولها أنها وفقا لهذا القانون تستطيع أن تمرهم قضايا تحكيمية بمحكم الليبيين وغيرهم بعد إعدادهم طبعا للإعداد الجيد الآن الدور على منزل الوزراء بإصدار اللايحة التنفيذية وكذلك وزارة العدل ووزارة الاقتصاد بوضع الضوابط والشروط والمعايير لإنشاء المراكز التحكيمية والشروط المحكمين حتى نضمن استصدار قرارات تحكيمية نافذة وأيضا يهتف القانون إلى رفع لعبة على كهد القضاء الليبي وطبعا في النهاية يراه حتى هذا القانون أو هذه القرارات التحكيمية تصدق لنوجب هذا القانون قد تشوبها البطلان وتشوبها العيب في أي شكل من الأشكال حنرجع إلى دعاو البطلان للقضاء الليبي وهو المحكم النهاية إن شاء الله بإذن الله تنزل من عشور فراوات الطبيعة التي لا حددها ولا لهياء وبناء على روقع الجرفي تعطي إلى حرقة وسط المتربة إلى فيك وغروبا كما أن موقعها المميز على الساحل الجنوبية المتوسط إلى تأثيرها من فعض العصوية أثم مباشرة بالأعداد التالية المهمة وخاصة بالنسبة لليبيا للأممار الليبي مرد بغروف صعبة إلى العشور السلاوات الأخيرة فردب عليها العديد من التصوات بين المستمعين والشركات الأجمالية ومؤسسات الدولة الليبية نتيجة تقوى الضائفة لليبيا ساعد بشرادة مدير عام المركز الليبي للتحكيم الدولي التجاري أحد منظمين هذا المؤتمر من بعض الرقابة الإدارية والأكاديمية الليبية هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في طرابلس والحقيقة هذا المؤتمر لها همية كبيرة بما يحتوي من المتحدثين دوليين الآن موجودين متحدثين دوليين وحتكون في الجلسات هي نقل التجارب الدولي الناجحة في مجال التحكيم والنزاعات والوسائل البديلة حتطرح في عدة جلسات هناك بعض المتحدثين حضورين وهناك بعض المتحدثين حيكونوا عبر عن بعد ويكون قبرات عالية جدا جدا فأعتقد أنه وخاصة بعد صدور القانون التحكيم في ليبيا في إبريل الماضي تعتبر ليبيا الآن من الدول التي تمتلك قانون التحكيم وهذا ما يجعل ويطمن المستثمر للدخول في السوق الليبي في الإسطة مرات